كيف يبدأ الفيلم في جزيرة اسمي تابيركو؟ هذه الجزيرة ليست بحل الجزر لأنه لم يأتي لها الكثير من التنانين و يجمع لها لكي يسرقوا الماكلة للناس هنا نرى الولد هيكاب والذي ما زال صغير و ضعيف و لا يستطيع الحرب مع التنانين فاذا كان يجري قريب للخطر؟ جاهز ستويك زعيم القرية والذي قوي الكثير وهو الوحيد الذي قتل الكثير من التنانين بعد ذلك هيكاب عند جوبر الحداد و يبقى يعملون في صناعة السيوف لكي يحربوا التنانين و تمنى حتى هو نهار يستطيع الحرب معهم كيف لا يستطيع الحرب للقرية والذي منهم استريد وهي أجمل بنت في الجزيرة وهيكاب كانت تعجبه كثيرا فاذا هيكاب يحاول يشارك في الحرب معهم جاكوبر و لم يخلقه و قال له أنك ضعيف كثيرا و لم تستطيع تهزح لكي تدفع على رأسك فهذه اللحظة هجم التنين نايت فيورس على القرية وهذا التنين هو أقوى واحد حيث يضربوا و يهاجم لما يستطيع تشي حتى يشوفه يدري هيكاب قرر لكي يصفيها لها التنين و يتبتل للناس ديال القرية كلهم باللي قوي و ليس ضعيف كما يشوفه و غير مشاكوبر لكي يكمل الحرب هيكاب أخذ السلح الذي يصيبه و ظهر به البلصم خبعة و أصبح يساين في التنين نايت فيورس حتى يهجم لكي يشده و فعلا غير تلقي التنين الهجمة أرمى عليه هيكاب بكم السلح دياله وتشد بها التنين ولكن جاء تنين آخر وهجم على هيكاب وهو هرب منه ولكن تنين حاصره و كان عليه أن يكون في خطر كبير كون لم يجب التنين و قدر يعطقه منه و قدر يغلب التنين مراهام شاهي كابل عند التنين وهو أصلا باه و طلب منه اسمحه على هذا الشيء الذي يقع و حاول يقول له هل يستطيع التنين الخطر ولكن باه لم يطيقه و تعصب عليه حتى يتعرض حياته للخطر من بعد دار التنين يجمع مع الناس ديال القرية من بعد ما يذهبوا التنانين و قرروا بشيء و يقلبوا على العش ديال التنين و ثم سيساليه معهم كاملين الناس ديال القرية لم يزعموا بشيء و قدر قال لهم اللي سيبقى سيتكلف بالتدريب ديال والده هيكاب و هنا كل شيء يمشي معه و يقلبوا على العش حسن ما يدربوا ولده و كملت كل شيء مع دياله و اذهب عن صاحبه جوبر و قال له تانا تمنيت يكون والدي قوي و عنده عضالات و يكون كي يتحارب معي ماشي بحل هيكاب ضعيف جوبر قال له أنا سيبقى في القرية و ندربه على الحرب و السلاح لا تخاف في هذا الوقت هيكاب لا يقلب على التنين اللي صيد وسط الغابة ثم قدر يلقاه و فرح بزاف حيث بالصح النيت جده هيكاب قرب لي و كان بغي يقتله و لكن غير شاف في عينيه لم يقدر شيء يقاديه و في عيوض ما يقتله فتح عليه الحبال و طلقه التنين غير حس براسه و تحرر هجم على هيكاب و طيحه و لكن ما اداش و طار و خلاه و كنشوف باللي التنين ما قادر شي طير هيكاب رجع للدار فلقباه و الجدراسه و غدي مع الناس دي القرية الغدلي هبط هيكاب الحلبة دي الثانين بش يدربهم جوبر هو و صحابه اللي كانوا قويين عليه و هو مقدرش على التداريب و ديما كيف يفشل و خسر قدام التنين اللي كيدربوا معاه جاء عنده جوبر و وقف التنين و قال له مخصكش تقف التنين اللي كتواجه معاه حد ديما التنين كي يهاجم الفريسة دياله من بعد هيكاب مشل الغابة و اتفاجأ فلقى التنين مازال محبوس في الغابة و مقدر شي طير فاشر سمو عرف باللي طرف من الدل دياله مهرس الشيء اللي ما يجعله شي طير في الليل بدك يقلب الكتاب على المشكلة دياله التنين باش يقدر يلقى دياله شي حل و لا علاج و لكن المعلومات كلها على التنين مكاملاش و مكتوب باللي اللي تلقى بيه ما يرجعش حي نمشي و دابا عند ابواه الناس ديال القرية اللي شد انتركوا وسط البحر وصلوا الوحد البلاصة فيها ضباب كثير بزاف و غير دخلوا فيها تهجموهم التنانين اما هيكاب ما زال كيتدرب و كيف يفشل في كل مرة و غير كمل التدريب دياله رجع لعند التنين و ادع لي حوتا باش يأكلها التنين زاد عنده و خداها و اللي يفاجأوه هو التنين خدا الحوتا و قسمها على جوج و اعطان نص لهيكاب باش يأكل معاه من بعد فش بقى قلس بوحده و مهموم جاء التنين و جاء معه عود ديال الشجر و بقى يرسم خطوط و دورها بهيكاب و فشوقفه و بدأ يتحرك وسط الخطوط القراسو قرب لحد التنين هنا تشجعه و خطر باش يقرب له و الذي لم يكن في البال التنين كان ضريف و قرب له يدو في الليل بدأ هيكاب كي يصيب الشرع الذي يركبه التنين و يقدر يطير به و الغدلية رجع عنده و جاء به بزاف ديال الحوت و هنا قرر يسميه توسليس و كان تم حوتا على شكل حنش فخاف منها بزاف التنين و لم يكن يقرب احترمها هيكاب البعيد عاد بدك يأكل التنين هيكاب استغل الهدوء الكائن و يركب له الشرع الذي يصيب و غير حس براسو قد يطير فتح جناحه و طار و لكن في التالي لم يكن و قبل ما يطيح فتح هيكاب الشرع و قد يطير به و لكن غير طاح من فوقه و جاء في البحيرة حتى توسليس طاح و لم يكن يكمل و يطير بوحده و مشاه هيكاب يتدرب عود ثاني و هذه المرة خرج لهم جوبر التنين الذي لديه جوجر يوس و هنا هيكاب يجعل كل شيء مصدوم فيه حيث اول مرة يجعل التنين يدخل بلاسته و من بعد ما خلعوا بالحوت الذي يحل الحنش و الذي كانت خلعت توسليس من قبل و فعلا نجحات الخطة و يجعل يخاف التنين من أنه يدخل القفص دياله مراهام ما يصنع السرج حتى يجعل يركب فوق توسليس و يجعله يطير و هذه الطريقة نجحات له و هناك تشفي هيكاب الذي يجعل توسليس يتهدن في التدريب يجعل هذا العش ضد واحد التنين و الذي فعلا قدر يهدن به و من ثمه و هو كل مرة يتعلم شيء جديد على التنين و يعملها في التدريب الذي يجعل كل شيء مصدوم من هذا التطور الذي وصل له و الناس ديال القرية يجعل تقرب من هيكاب حيث يجعل يتفهم مع التنين على عكس الحرب معهم و لكن أستريد بكثرة ما كانت الأضواء عليها و هذا يجعل يتحيد لها جهتها الغيرة و بدأت تحضيه هناك نرى ستوك و الناس ديال القرية راجعين من بعد ما خسروا من التنين الذي هجمتهم و لا يستطيع وصلوا للعش و لكن لا يستطيع وصلهم بدأوا الناس ينقوا في تنينك واحد بواحد لذلك يجعل القوبر ماذا هو واقع قالوا بالله والدك والله أحسن واحد يغلب التنين أما هيكاب بدأت طاير بعيد بكثرة مع توسليس و لكن في واحد اللحظة طاح من فوقه و حتى توسليس فقط توازن و قبل ما يطيحه بجوج قدر يوصل هيكاب فوق دهره و أرجع تحكم به هنا بدأت توسليس يطير بشكل سريع بكثرة بكل مهارة بالحجر فوق الجزيرة في الليل جابا عنده و قالوا بالله فخور به كثيرا على هذا الشيء الذي يسمعه هذا الشيء الذي يصل له و أعطاه الكاسك الممو لكي يحميه به راسه في الحرب لغضله في التدريب كان هو و أسترد في مواجهة مع تنين و في الآخر هو الذي يقدر يغلب التنين بطريقة خفيفة الشيء الذي قلق أسترد و زادت كميلات فشل حكيمة للجزيرة اخترت هيكاب لكي يكون أول مواجهة لحقيقية مع التنين و خاصته يقتله هذا الشيء هو ما يبغيه و في البلاسة هزح و يذهب و يذهب عند توسليس لكي يهرب هو و إياه قبل أن يطح في هذا الموقف و يقتل التنين ثم يتفاجأ فلا لا يوجد توسليس و لكن أسترد كان تساين فيه في الواد هجمت عليه و هي مع الصبا و قلت له بالشاكة ينشي حد هناك يدربك هنا خرج التنين و هجم عليها فتصدمت و لكن هيكاب ووقفه و لم يقرب ليها في هذه اللحظة كانت تجري و قبل أن تصل للقرية و تفضح هذا الشيء كانت من فوقها توسليس تهزها و أضعها فوق شجرة عالية كثيرة هيكاب قال لها بغيتك تأتي تركبي معي و سنشرح لي كل شيء فما كان عليها غير توافق و فعلا ركبت هيا و إياه فوق توسليس و طارو و هناك كانت أول مرة لها تحسب هذا الإحساس و قدرت تجرب الطيران و خلاها ترى جزيرتهم كيف كتبان في الليل بقاءوا طايرين حتى وصل بهم توسليس للبلاثة للضباب هنا خرجوا الكثير من التنانين و كلهم قصدين بلاثة واحدة و بقاءوا غاديين حتى يدخلوا الجزيرة أخرى و ادخل بهم توسليس من وسط واحد الجبل و هنا وصلوا للبلاثة التي يجمعون فيها التنانين و الذين كانوا كلهم يرميون الماكلة الذي يجمعون في واحد الحفرة غارقة كثيرا قليلا جواح التنين و ارمحوا تصغيرا هنا طلع التنين كبير و متوحش من وسط هذه الحفرة و كلها هذا التنين حتى يرمى ليحوا تصغيرا هذا كله كان هيكاب و أسترد كي يرونه و خافوا بثاف من المور ما رأيوا هذا الوحش و قبل ما يهربوا من تمام رأيهم التنين متوحش و كان عليهم يشدهم و لكن قدروا يفلتوا منها مراهار جعلوا الجزيرة ديالهم أسترد قالت له خاص يقولوا استويك على البلاصة العش اللي يلقاوا و لكن هيكاب ما بغاش حيث لا بقوا تعرفوا هذا شيء سيقتلوا له توسليس و قال لها سنحاول نلقى شي حل غضة هنا أسترد اعترفت له بالإعجاب ديالها و مشات جنهر للقرية كلها كتناه و جمعوا كلهم بشي حضروا هيكاب وهو يقتل في التنين دخل هيكاب بالحلابة و تلقوا له التنين الذي خرجه هو شاعل فيه العافية هنا و قبل ما يبدأوا المعركة هيكاب رمى السلاح والدرع و بدأك يهدن في التنين و قال للناس باللي ما بغاش يكون قتال بحالهم وهو عنده حلول حسن من القتل الناس كلهم تصدموا منها دارته و احتباه تعصب بزاف و ضرب المطرقة فوق الصور شيء اللي يجهل التنين و بدأك يخرج العافية من فموك يهاجم في هيكاب حاولت دخل أسترد لتعتقه و لكن لم يقدروا عليه و فشغوت هيكاب قدر توسليس يسمعه و في البلاصة وخه لم يطير تبع الصوت حتى يوصل عليه هيكاب كان عليه يموت من التنين اللي يحاصره و لكن توسليس في آخر لحظة جاءوا هاجم التنين و طيحه الناس ديال القرية كلها جاءت لتحارب توسليس و هو كان قوي عليهم كاملين و حتى من الصوت لا يستطيع عليهم و طيحه و فشغن بغي يقتلهم و وقفوا هيكاب لن يقادي هنا استغلوا الناس ديال القرية لفرصة و شدوا توسليس من بعد الصوت تعصب بزاف على ولده و لا مو على هذا الشيء هيكاب قال له هالتنين ليس متوحشين قالوا ببهر قتلوا الألاف فينا هيكاب قال له حتى هنا سنقتلنا الملايين منهم و حتى هالتنين رغم شي خطر علينا رغم مضطرين بش يصرقوا الماكلة حتى كاين تنين كبير و متوحش يأكلهم إذا لم يأخذوهم من يأكل السويق قال له زيد وريني هذا العش الذي نقيته فين والده قال له لا عرش بالضبط فين كاين حتى توسليس الذي أخذنا و حضر ببهر لا يمشي لهذه البلاثة حتى خطر عليهم و سوف يموتوا و لم يمشوا لها و لكن ببهر لم يدهش فهدرته و خرج مع الصب منه قال له لم يبقيت لدي و هنا ركب هو والناس ديال القرية في السفن ديالهم و اخذوه معهم توسليس هيكا بقى حاضيهم و هو مغادين به و كان حازين بثاف عليه جاءت عنده أسترد و قالت له باش حسيتي اول مرة فشفتي توسليس و لم يقدر تقتله قال لي ها فشفت في عينه اول مرة حسيت به كي شبه لي بثاف قالت له دبا ما زال لك الوقت باش تعتقوا و هنا مشوا بجوج للحلبة للتدريب و خرجوا التنانين اللي فيها و قرر يمشي هو و صحابه التنانين باش يعتقوا توسليس و حتى عائلاتهم الناس ديال الجزيرة في هذه اللحظة قدروا يعرفوا البلاصة ديال العش من امور ما تبعوا اتجاهات اللي كانتو سليس كي يشوف فيهم و غير وصلوا بدأوا يرميوا المنجانق على الجبل اللي يلقوا قدامهم حتى داروا فتحف الجبل و خرجوا منها التنانين و هربوا من تمه هنا كل شيء يحسابوا باللي ربحوا الحرب و بدأوا يحتافلوا و لكن اللي ما كانش في البال بدأ الجبل كي يطيح و خرج منه هادك التنين المتوحش و في البلاصة رمى العافية على السفن و حرقها كلها و اتجابوا معهم طاروا فوق من التنين الكبير و بدأوا يهاجموا فيه و خلاوا الناس كلها ليلتحت مصدومة منهم اما هيكاب مشا بشي فكتو سليس و لكن ما قدرش في هذا الوقت صاحبو مازاركي حربوا في التنين العملاق واللي كان قوي عليهم و قدر يغلبهم واللي يزاد كمل هو السفينة اللي مربوط فيها توسليس غرقات هيكاب هبط تحت لما بشي حاول يفكو و لكن غيبوا و كان علينا يغرق تم هبط عنده اباه و قدر يطلعوا و عاودها بطفق توسليس و طلعوا بجوج من الماء هيكاب ركب على ظهر صاحبه توسليس و طاروا حتى توصلوا للتنين و هجم عليه بضربة واحدة و طيحه هنا تعصب بزاف التنين المتوحش و هناك تبعهم هم طايرين بين الصخور و يهربوا منه و هو الذي يزع لها كيدمرها هنا تعصبوا عالي بشي هربوا بين السحب و ما يبانوش له و فعلا نجحات لهم الخطة و بدأ توسليس يضربوا بلا ما يعرفوا فين كائن و يهاجم فيه من كل بلاسة حتى تعصب بزاف منهم و بدأ يرمي العافية في كل التيجاه و يحرق البلاسة كلها و حتى الشرع الذي يراكب في الدل توسليس بدأ يتحرق و قبل أن يتحرق في الخطرة و يطيحه بجوج جاءت فكرة بشي يجرر التنين و يجعله يطير جهة الأرض بشكل سريع و يجعله يرمي العافية الذي حرقت الشرع في الخطرة و لكن خطة هيكاب حتى هي نجحات من أمور ما تحرق الجناح للتنين و جاء غدا يطيح فوق الأرض فش طاح تفرقع في رأسه و لكن هيكاب حتى هو وطاح و قادل جهة تفرقع فجاء توسليس يجري و تبعه في وسط العافية فش بردك الشي جاءوا الناس و ستوك بشي يقلبوا على هيكاب و لكن لقاوا غير توسليس طايح كل شيء تخلعه و تصدم حيث لم يكن أثار هيكاب و حزنه بثاف و لكن يتفاجئه فش توسليس فتح جناحه و كان شاد و ستدراعه هيكاب فجاء عنده توسيك و شكره بثاف حتى تعتقله ولده فشفق هيكاب منذ خلق توسليس حداه و لكن كي تصدم فشف رجل و ما بقيتش و دهلوا له رجل سطيناعية و لكن صاحب توسليس دائما معاه و ما غاد يخليه و من مور ما خرج على برق كي يشوف الناس دي القرية و هي معايشة مع التانانين و كل شي و اللف سلام بيناتهم و تماجه و شكره حتى انهم من اكبر مشكلة كانت في حياتهم كي يبدأ الفيلم دينا بصيباق بين التانانين و جزيرة بيرك و كانت مشاركة في هذا الصيباق أستردو الفرسان ديال التانانين و لكن هيكاب كان مكاين معهم في النهاية للصيباق ربحت أسترد و فرح بزاف ستويك بها حيث بغيها تكون هي مرأة ولده هيكاب نمشي عند هيكاب و توسليس اللي طائرين في السماء بعيد و يكتشفوا العالم و أنواع جديدة من التانانين شويات لح هيكاب من فوق دهر توسليس و طاح هو وياه و قبل ما يوصلوا للبحر خرج هيكاب جناح هو و توسليس و طاروا بجوج هذا الجناح صوبهم هيكاب باش يقدر يطير حتى هو مع التانانين و كانوا مدوزين و قزوين مع بعدياتهم ثم كان عليهم يضرب في واحد الصخرة و اعتقوا غير توسليس منها و مرمان زلوا توسليس تقلق منه حيث يتوّر بزاف هيكاب زل القناع على وجهه و كانوا الملامح تبدله حيث يدازت خمس سنين على آخر مرة حتى يقدروا يغلبوا التانانين الوحش في الجزء الأول من بعد يبدل الخريطة و هنا عرفنا بالله هيكاب و يعجبوا يرسم الخرائط و بغي يزيد يكتشف العالم كثير جاءت عنده أسترد هي و تنين ديالها و بدأت تقدمها في الخريطة و سولاته لم يكن لصباق التانانين الذي كان في القرية قال لها بالله مازال مقلق حيث بغي يكون هو القائد ديال القرية من موراه و لكنه لم يبغي هذا الشيء شوية شفوا دخان كثير من جهة الغابة خذوا التانانين ديالهم و مشوا جهة الدخان فشوصلوا للواد كي يتفاجئوا بجبل الجليد و سلمة شوية خرجوا لهم جموعة من الصيادة والذي قدروا يشدوا التنين ديال أسترد و هما وقفوا فوجههم مع توسليس و كان هيكاب عنده سيف شاعلة فيه العافية واحد من الصيادة اسمه إيريك وهو الزعيم فرح بزافة شف توسليس و قال لهم أخيرا سنقدرنا نأخذ نايت فيورس لدراغو سؤالوا هيكاب ماذا هو هذا دراغو قالوا إيريك هالدراغو كي يجمع التانانين من كل البلاصة بشي يحكم بهم العالم و هنا كان بغي يهجم على هيكاب حيث شابه لي مع شئ حد كان هجم عليه بالتنين دياله اللي كي خرج الجاليد و ضربه و سرق له التانانين اللي يجمع هيكاب تصدم فاش عرف بالليكاين شئ حد من غيرهم كي يقدر يتحالف مع التانانين ولكن ما فكرش بزاف و ضغي يهجم على الصيادة هو وأسترد حتى قدروا يرجعوا التنين دياله و طاروا من تمه فاش رجعوا للقرية هيكاب مشا عند اببه و قالوا على ذلك شيء اللي يوقع عليهم السويك غير سمع اسمي دراغو تخلعوا وأمر الناس ديال القرية كلهم بش يدخلوا التانانين ديالهم يسدوا عليهم هيكاب مفهم والو وبقوة الفضول خرج كي يجري بتوسليس قبل ما يسد الباب ديال السفينة اللي غدي يتخبعوا فيها و حتى أسترد تبعاته في آخر لحظة هم مشوا ديريكس قصدوا السفينة ديال هدوك الصيادة وقفوا قدامهم وسلموا راسهم هما والتانانين ديالهم لإيريك اللي في البلاسة جدهم قالوا ليه بش يديهم لعند دراغو ولكن هو مبغاش هنا وصل ستويك وقوبر والفرسان ديال القرية بتانانينهم لعند هيكاب وأسترد للسفينة ستويك قال لولدو هيكاب يرجع للقرية ولكن هو مبغاش وهنا بدك يعود لهم على هذا دراغو من سنين هادي قاعد الزعماء ديال الجزر تجمعوا بش يلقوا حل لها التانانين اللي كان ديما هجمع ليهم وكان معهم في هذا الجماع وحد السيد غريب وفي شكل وقال لهم أنا كان قدر نتحكم في التانانين وقادر نهنيكم منهم ولكن هذا الشي إلى كلكم تحنيتوا لي وبيعتوني وتماح تحد ما أسمع ليه وضحكوا عليه فخرج من عندهم ومشى وفي هذه الليلة هجموا تانانين مدرعة وخطيرة وتخرج العافية وماتوا قاعد الزعماء وبقى غير السويك اللي عايش وخاهيك بسمع هذا الشي بقى مقرر يمشي يتلاقاه بش يقدر يبدل لهذه الفكرة وما يخليش يستغل التانانين في هذا الشي وتماح ذاتو سليس وطار به بش يقلب عليه هنا السويك قال لهم كلهم يأخذوا التانانين ديالهم ويرجعوا للجزيرة وهو وقوبر يمشي ويرجعوا هيكاب الذي كان دابا ما زال طير مع توسليس ويفكر في هذا الشي ثم يوقف عليه واحد السيد شكله غريب ووقف على تانين كبير بثاف وعلى غفلاء جاء تانين واحد آخر وخطف هيكاب من فوق توسليس وحيث توسليس لا يقدر شيء يطير بلا هيكاب طاح في البحيرة المجمدة وخرجوا له تانانين دلمة وخداوه أما هيكاب فخداه هذا التانين اللي يجب الجليدي كين غير تمامه وضعه أمور ما شاف بثاف ديال التانانين تمامه اجبت السيف دياله لكي يروضهم ولكن جاهدك السيد اللي يشكله غريب وقرب من هيكاب وغير تأكد راه وانيت هيكاب حيث القناع وطلعت مرة ماشي راجل هاد السيدة قلت ليه أنا ممتيقش مور عشرين عام لقيتك سولها هيكاب من انك تعرفه قلت ليه أنا راه ما مات وقلت التانانين ديالها يمشي ويجبه توسليس في هذه اللحظة ستويك وقوبر وصلوا للبلسة في انطح توسليس فشبطوا ليها لقوا الخودة ديال هيكاب خداها ستويك وعطاها للتنين دياله يشمها باش يعرف البلسة ديالولده نرجعه عند هيكاب وامه اللي خداته البلسة زوينة بزافه واصطهادك الجبل الجليدي واللي مجموع فيها بزاف ديالانواع ديال التانانين قربات من توسليس وعبات معاه وعرفاته حتى هو عنده عشرين عام بحل ولدها وسولاته واشبطها عارفه عنده تنين دياله قال لها هيكاب باللي قدر يقنع بها بطيبة تانانين حتى خلا جزيرة بيرك كلها يكون عندها تانانين قالت لي فاشكنوا الناس ديال الجزيرة كيحاربوا التانانين هي كانت ضدهم حيث كانت حاسة هالتانانين ماشي خطيرة كيف كانوا هما يشوفوهم حتى الواحد النهار وهو صغير دخل عليه تنين فخافت عليه في الأول ولكن لقى التنين ضريف وجاء غير كيلعب معه وما آدهش هنا عدت تأكدت باللي هاد المخلوقات طيبة وماشي شريرة ولكن غير دخلت سويق دخلات مع هالحرب حيث تخاف على ولده من التنين اللي يدخل عليه وقبل ما هالتنين يهرب اخذها معه وجابها اللهنة ومن ثم وياك تحميهم من الصيادين من بعد وراته تنين كبير بزاف اسميته تنين الألفا قوي بزاف هو من فصيلة نادرة وعنده قدرة كي يقدر يتحكم في قاع انواع التانانين الثانية وهو اللي يبنى لهم هاد الجبل باش يعيشوا فيه نمشي عند استردول فورتان اللي يقالسين على أعصابهم وكي سينوف شي خبار من سويق وغوبر اللي يمشي وما بقى ورجعوا وهنا قالوا ربما يكون دراقو شدهم فصيفت تنين يخطف إيريك وجابوا ليهم عياه معه بش يديهم لعن دراقو ولكن ما بغاش يقولهم على بلاسته وهنا رمتوا أسترد من السماء وكان عليه نيطاح فتخلعوا وقال لهم غادي نديكم صافي ثم طارت عليه أسترد وشداته قبل ما يطاح أما هيكاب ومو خرجوا يطيروا بتانانين ديالهم وكان مراهم جمعة كبيرة بزاف ديال التانانين وهنا خرجت الألفة من تحت الماء وطلع بزاف ديال الحوت بش تانانين تأكل شوية حتى تصدم مو ينهيكاب في شفت ولدها كي طير حتى هو بحل التانانين وغير كان غادي تضرب مع حجره عاود جاته سليس في آخر لحظة وشده وتعصب منه منها التهور وضربه بالدل دياله وطيحه جات عندهم مو وطلبت منه تسمحه حيث تمشته وخلته صغير وقالت ليه بغاته يبقى معها وتعلموا أي حاجة تعلمتها على التانانين نمشيوا عند الفورسان وتانانينهم اللي اخداهم إيريك المقر دراغو وتصدموا فاش عرفوا دراغو شتينين قوي بزاف وحابسه وعلى غفلها جاءوا الصيادين وخدرهم كاملين ودخلوهم كلهم عند دراغو واحد من التانانين بدك يهاجم في الحراس تم دخل دراغو وقال لهم يخليوهم يديروا ليهواله وهنا هجم عليه ورمع عليه العافية من فمه ولكن دراغو وقف ليه وما درت ليهواله وقدر يسيطر عليه أسترد قالت ليه ما خايفين منك حيث كاين عندهم سيد التانانين وهو هيكاب الذي سيأتي ويجيب معه نايت فيورس ويجيب جيج التانانين حتى هو الذي سيغلبهم كاملين هنا دراغو وحس بالعهانة وآمر رجاله بشيئوا للجبل الجليدي سليوا مع التانانين اللي تمه ويكملوا بجزيرة بيرك حتى هي وقبل ما يديروا هذا الشيء قال لهم يقتلوا إيريك والذي منظروا ودخلت النين ديال أسترد ومخلل الحراس يقيصوه وهكا عطقه وهنا دراغو قال لهم يسالوا معهم كاملين ويرميوهم في البحر ودخل السافينته وخلاهم ولكن إيريك خدم مهارته وقدر يغلب الصيادين دراغو وخدرهم كاملين وهكا فلتوا منه ومشوا يحروا التانانين ديالهم أما هيكاب كان يلعب معه وصلت في الجبل الجليدي ثم يأتي بابا من وراه وصدله فمه حيث خافوا يكون في بلصة ما آمنه بابا يتصدم لكي يرى مراته واقفه والذي كانت خايفة منه لم يقدر تقرب ليه ولكن هو قرب لها وقال لها ركي مازال أزوينا كيف كنتي وقال لها كان حساب يقتلوك التانانين من بعد بدأوا يغني ويرقصوا مع بعضياتهم وهيكاب وقوبر كيتفرجوا فيهم مور شوية سمعوا شيئا على برة فشخرجوا من الجبل لقوا دراغو والجيش دياله وجاءوا بدأوا يصيدوا في التانانين وصلت أسترد والفرصان مع التانانين ديالهم وبدأوا في الحرب مع جيش دراغو وحتى مماين هيكاب خرجت مقنع بثانين الالفا ديالها وبدأوا كلهم كي حاربوا دراغو أما هيكاب وثسليس مشاوي يحرون الذين الألفا محبوسة ولكن دراغو موقفش هنا وخرجت تانين الخاطر للي كان حابس ويحتى هو تانين الالفا وبدأكيت حارب مع تانين الالفا ديال مماين هيكاب وكانت معركة طويلة بيناتهم وفي التالي تانين دراغو قدر يغلب تنين الألفا ضمين هيكاب وقتله هنا مشى هيكاب لعند دراغو يقنعوا بهذه المخلوقات الطيبة وليس بلستها الحرب ولكن دراغو لم يقتنع وكان حاقد على التنانين كاملين حيثه ما السبب حتى تقطعات له يهده والهدف دياله يجمع تنانين العالم كلهم ويقتلهم من بعد أمر تنين الألفا يسيطر على توسليس في الأول حاول توسليس يقاوم ولكن لم يقدر ويسيطر عليها الألفا هنا أمر دراغو يقتل هيكاب وغير دار الجهته وتلقى من فمه تلقى لها السويك بين هيكاب وطح في البلاسة ومات كل شيء نهار حداه وتحطمه في هذه اللحظة بدأ توسليس يخرج على السيطرة الألفا ومشى جهة السويك وبغير يقرب لي حيث يتلقى طائح ولكن هيكاب كان مع الصبب منه وقال له يبعد عليه حيث هو السبب حتى مات هنا دراغو خدق دقاعة ثانين مرمى سيطر عليهم وقل لأتباع دياله بشيق صدوده بجزيرة بيرك مراهام شاول فورساني ودعوه السويك في باطنه مع السهم العافية جاءت ممين هيكاب عنده هو كي يدع في البلاسة وساتو قالت له لموت ديال باك ماشي الدم بديل توسليس ومور ماته الدن قال لهم ولا بدي يمشي للجزيرة دياله اللي ولد بزعيم ديالها باش ينقضها من الشر دراغو فاخدهو التانين الصغيرة وطاروا بهم أسترد سولته كيفاش حتى دراغو ما سيطرش على هالتانين قال هل ألفا ما كيقدرش يسيطر على التانين الصغيرة في هذه اللحظة كان وصل دراغو للجزيرة وقدر يسيطر على قاعد التانين اللي فيها وقال للناس ديال الجزيرة ره الزعيم ديالكم مات وهنا وصلوا الفورسان بالتانين الصغيرة وحاولوا ليش تنتبهها الألفا أما هيكاب مشا عن توسليس اللي كان راكب فوقه دراغو وبدأك يهدر معه وقال له ماشي الدم بديالك في الموت ديال الأب بديالي وانتا غد تبقى صديق حياتي كلها وغير قاسو مشا منه مفعول السيطارة وقلب دراغو من فوق منه وهو طاح حيات ما زال لا يستطيع يطير بها هيكاب والذي يتبعوه حتى يركب فوقه ودار له طرف ديال التوب على عينه كي لا يستطيع الألفا يسيطر عليها على قاعد التانين وفعلا نجحوا وقدروا يطيروا بحل واحد نقز هيكاب من فوق توسليس وقصد الألفا كي يهجم عليه بالغاز الذي يخرجوا من السيف من بعد شعل فيه العافية كي يفرقعوه وقبل ما يتضرب بالديل دياله جاء توسليس وعتقوه غير نزلوا وقصدوا عند دراغو كي يحربوا هو النيت ولكن تنين الألفا لم يكن لهم الجاليد وهنا كل شيء حساب له هيكاب مات وسط الجاليد ثم يشعل الضوم من وسط الجاليد وتفرقعوه وخرج من توسليس الذي يقدر يحمي هيكاب من الهجمة الألفا وقصد عن تنين الألفا وقصد يهاجم فيه بضربات قوية والذي لا يستطيع أن يتضع لهم حتى يتقويين بثائف عليه من بعد خرجات قاعد التانين من السيطرة الألفا وقفوا مع توسليس ضد الألفا حاول هيكاب يطلب دراغو كي يوقف التنين بلما يزيدوا في الخسارة ولكن دراغو لا يريد أن يستسلم وقال الألفا يكمل الهجوم وقبل أن يفكر يهجم توسليس خلق قاعد التانين تهاجم في وقت واحد وهكذا الألفا لم يستطيع عليهم حيث الدربات كانوا نتابعين وكتر بثائف وهنا توسليس ضربوا ضربة واحدة وقدر يهرس له واحد من قرونه ذلك الساعة الألفا استسلم وقفوا وقفوا كل شف رح بزاف وحتفلوا بتنين الألفا الجديد والذي هو توسليس وكلهم تحناوله من بعد الناس ديال الجزيرة رحبوا بالزعيم الجديد ديالهم هيكاب كيف يبدأ الفيلم ديالنا بهيكاب وتوسليس وهو ما قد ضربوا مع واحد المجموعة ديال الصيادين باش يخرجوا التانين اللي شادين وصلوا أصحابه معهم أسترد وبدأوا يعاونوا فيهم وكانوا كلهم صاوبين الباس من الجلد ديال التانين باش يحميهم من العافية مرما قدروا يخرجوا التانين اللي كانت محبوسة خداوهم كلهم للجزيرة ديالهم وخكنوا بزاف وكانت دازت عام على الموت ديال بايهيكاب وهو اللي شد الحكم ديال الجزيرة خرجت عندهم مرما وقالت ليهم بالخاصهم يزيدوا يعتمدوا على بعضياتهم كتر وما يبقواش يعتمدوا على التانين بوحدهم وحتى الجزيرة ديالهم عمرت بزاف بالتانين واحد من التانين كان كبير بزاف رجع باللور وطيح وحد دار وهاديك الدار طيحات ديور أخرين و ناضط الفوضى جاكوبر وهو معصب حيث الجزيرة عمرت بالتانانين و لم يبقى عندهم فين يعيشه و قال لهيكاب لا يبقى يجب تانانين جديد للجزيرة فشمشوا للقاعة اقتارها عليه تزوج بأسترد في أقرب وقت لتعاونه في الحكم الجزيرة في بلاسة أخرى نرى مجموعة كبيرة من السفن و كانت أمه وحد الراجل يتحكم في نوع من التانانين شكلهم يخلع وهذا الراجل اسمه جريميال وهو صياد خاطر بالزاف فشسوا الأتباع على التانانين الذين كانوا معاهم قالوا لهيكاب والتستويك جاه جمع لهم وخدهم كاملين هنا جريميال فرح حيث آخيرا التانانين جمعوا في بلاسة واحدة و هذا الشيء سيسهل عليه صيدهم ضغير و لكن زعيم الصيادين حضروا و قالوا لهيكاب عنده تنين نايت فيوري و خاصهم يقتلوا قبل ما يديروا شي حاجة حيث التانانين كتبع أوامره كاملين جريميال تصدم حيث كان حسابه قتلقى التانانين ديال نايت فيوري و هنا الزعيم الصيادين أعطاه آخر أنتبقت من هذه الفاصيلة حيث يقدر يغلب بها توسليس نرجعه دابا عندهيكاب اللي بدأك يتفكر ذكرياته مع ابباه هو صغير و تفكر فاشقال له على العالم المخفي اللي كتجي منه التانانين كاملة و كانت أمنية ابباه يوصل لها ذلك العالم باش يسد الباب دياله و يتهنهم التانانين اللي كنت كتهجم عليهم من بعد جات أسترد هيو التنين ديالها و قالت لهيكاب خاصهم شي حلها التانانين حيث يكونوا في خاطر كلهم من جهة الصيادين هيكاب قال لها على العالم المخفي اللي كان بغي يمشي ليهباه و قال لهاي لقدرنا نوصلوا لتما ورجعوا التانانين للعالم ديالهم غادي يكونوا في آمن كتر من هنا و هو ما كيهضروا توسليس حس بشي حاجة ماشي هي هاديك و مشاجهة الغابة فلقى الانتا ديال نايت فيوري و كانت زوينة بزاف و بقى غير كي يشوف و لكن هي كانت عدوانية و بدأت كتر من العافية عليه على هيكاب و أسترد و لكن لا يمكن أن يطير أما هيكاب رأى ماذا كان المخدر و عرف بما كان ينفخ في الغابة و كان يطيح فيه توسلس و لكن ينفلت منها و لم يرجعوا للجزيرة هيكاب قال لقوبر على اللي وقع و فاش إيريك رأى الحقنة المخدرة اللي يلقاه في الغابة قال له باللي توسلس في خطر و عرف هذا الحقنة من الخطط ديال غريميال هيكاب قال له سنحربوه و نغلبوه كيف العادة هيك قال له باللي هذا رأى أخطر صياد في العالم و ليس كيف يحسابك في الليل هيكاب بذل خريطة لكي يقلب على العالم المخفي ثم يدخل عليه غريميال و رماشه كمخضرة على توسلس الذي كان ناعس و مغطي غريميال قلس في الكورسي ديال ستويك و قال له هيكاب من الأحسن تعطيني توسلس حسن ما نقتله و لكن هيكاب لم يريد أن يدير له فخ والذي كان ناعس و ليس توسلس هذا كان جوبر و جاءت حتى فيل كاب و قبل أن يشده غريميال حتى هو لم يوجد أي مفاجأة و هنا أخرج التنانين دياله اللي كانوا قويين بثاف و مختلفين على اللي كانوا يشوفه و قدر غريميال يفلت و قال له بلي مازال يرجع و هذه المرة سيأتي بشي قتل توسلس و أي واحد سيوقف طريقه من بعد الناس ديال الجزيرة داروا جيما و قال لهم هيكاب لغريميال سيرجع مع الجيش دياله كامل و خاصهم يخبروا الجزيرة حتى آخر شيء يتمنىها هي يتأدى شي حد منهم و قال لهم سيتمشي و تقلبوا على العالم المخفي ثم يكونوا هم و التنانين في آمان في الأول سكان الجزيرة ما بغاوش ولكن قدر يقنعهم و هذه الساعة أخذوا التنانين ديالهم و مشاو لغتليه جاء قريميال مع الجيش دياله للجزيرة و تفاجأ فشلق الجزيرة خاوية و ما فيها حد فقال لرجالورة هم يوقفوا في أول جزيرة حتى التنانين ما يقدروا يطاروا المسافات طويلة كان شوفوا دابا النس ديال الجزيرة كلهم طائرين غير شافوا أول جزيرة هبطوا فيها بش ترتاح التنانين غير نزلوا فيلكا قلت لهيكاب باللي صعيب يلقوا العالم المخفي حيث تحتهي قلبت عليه شحال هادي و ما قدرتش توصل ليه و قلت لي هي دابا غادي ترجع تحديد طريق و تشوف غريميال و الجيم وراهم فللهو مناعسين توسليس حس بشي حاجة عوتاني وفاق تم اطلاقه بالانتد الفصيلة دياله اللي طارت و خلته يتبعه حتى للغابة حاول يدير شي حركات بش يتير انتباهه و يتعرف عليها ولكن مصدقه لوش جاء عنده هيكاب و بقى يدير لي حركات من بعيد بش يقلدهم ولكن عاود فشل تم اخدعوا ديال شجر و رسمتها في الرملة و عجباتها الرسمة وهنا قربت منه و طلبت منه يطير معاها ولكن هو ما قدرش يطير وهي مشات هنا هيكاب قرر يصيب ليه ديل بش يطير و فعلا صوب ليه واحد و توصل يسفرح بزاف به و قل له هيكاب قبل ما تغرب الشمس رجع و طار بش يقلب على الأنتب نمشي و عند فيلكال لي ما زال طيره بالتنين ديالها تما كتشوف الجيش ديال غريميال قاصدهم فرجعت ضغياء بش تعلمهم اما توسليس قدر يلقى الأنتب و طاروا بجوجهم الفوق و بدات كترميل عافية و كتدخل فيها وتغبر وتعاود بان في بلسة اخرى حاول توسليس يقلدها ولكن ما صدقاتش ليه تم اجمع قوته كاملة وتضرب فيها البرق فاغبر و عاود بان في بلسة اخرى و هكا خلها معجبة به و من بعد طارو خدته الوحد البلسة غريبة في الموحيط هكاب تخلع عليه كثيرا حتى ما زال مرجع هنا جاءت عندهم و قلت له على الجيش اللي يأتي لهم و قلت له كينين بزاف ديال الأقفاص يعني ناويين يصيدوا التنين ديالنا كلها هكاب قال لهم خصهم ضروري يمشيوا و يخطفوا غريميال باش ما يوصلش ليهم و خد أصحابهم مشوا لجهة السفن ديال الجيش ولكن غريميال كان موجد لكل شيء و في البلاسة قدر يحاصرهم هكاب تقولوا لماذا تقتل التنين غريميال قال له مني كون صغير قدرت انقتل التنين نايت فيوري وهو ناعس و من تماما و أنا باطل في عيني الناس و لم يكن يتخلع على هذه البطولة و أصبح كثيرا تنانين بوحد تنانين الذي يسيطر عليهم بوحد السم الذي هو مصوبه و هنا أمر التنانين لهم كي يهجمع عليهم فبقوا يحاولوا يهربون من العافية التي ترميع عليهم ثم جاءت التنين من الممين هيكوب و قدروا يعتقهم خرجوا من تماما و هربوا من غير رافينت اللي بقيت مع غريميال رجعوا للجزيرة اللي قلتين فيها هنا شفوا رافينت مكيناش و لم أخوها طافينت حيث مرتش لها البال وهو مبجوج كيركبوا على تنين واحد هيكوب قرر يرجع ليها لكي يجيبها ولكن قالوا له راتوسليس ما زال ما رجع و موحال ما زال يرجع فتقلق بزاف مشهت عنده أسرد بالتنين ديالها و قلت له يمشي معها لكي يقلبوا على توسليس ركبوا بجوج و خلت تنين ديالها يقلب عليه بالحسة ديال الشم ثم وصلهم الوحد شلال غريب وسط الموحد دخلوا ليه و وصلوا الوحد الكهف التحت ثم يلقوا راسهم وسط العالم المخفي الذي كان زوين بزاف و عمر بالتنين و لقوهم كاملين محنيين لتوسليس و يحتفلوا بهم حيث ستزوج النايت فيوري هيكوب فرح ليه بزاف وبكاب الفرحة ولكن رأيهم واحد من التنين وبغير يهجم عليهم و غير رأيهم من التنين الاخرين حتى هم لا يهجموا عليهم ذلك الساعة جاء توسليس و قدر يخرجهم من تمام و أرجعهم من الجزيرة التي قالت فيها هيكوب فرح ليه بزاف و طلب منه يرجع للعالم المخفي و يكمل حياته على طبيعته و قبل أن يدعوه جاءت تنينات نايت فيوري ففرح بزاف توسليس حتى تبعاته هنا شوية ترافين تبت تنين و حتى تحداهم و هم تفاجئوا كيف دار تحت هربات من غريميال فقلت لي هم بقيت كنعود لي على المشاكل و الصداعات ذلك الساعة منه و أعطاني تنين و دعونا نخرج هنا فهموا بلي هذا غير فخ منه لكي يعرفون فين كاينين و فعلا قريميال وصل لهم و قدر يخضر تنينات نايت فيوري و خضر حتى توسليس و غلبهم و خلاه يكابوا أستر ضايخين و ما عارفين ما يديره ثم يأتيوا التنينين كلهم من العالم المخفي و بغاوا يعاونوا توسليس ولكن قريميال هدو باللي قدر يقتل تنينة إلى هجموا عليه هذو التنينين و خلاه يأمرهم لكي يوقفون ما يديروا والو و قالوا يخليهم كاملين يتبعوه بلا مشاكل و فعلا توسليس أمرهم لكي يديروا والو يتبعوه و خلاه يأمرهم يدخلوا الأقفاص اللي في السفينة بوحدهم هيكاب حزن بزاف حيث ما فيه يدو ما يدير ولكن أسرت شجعاته و قلت لي أنتك تبقى أحسن و أدكى واحد في نبلة توسليس و هنا قرر ينقذ تنينين و انقذوه من الجبل هو و صحابه حيث مصايبين جناح بش يطيرو وصلوا للسفن و قدر هيكاب يطيح قريميال من هذا السلاح الذي كان يهدد به توسليس و هنا توسليس أمر تنينين بش يهجم الصيادين هيكاب مشاهل عند صاحبه بش يفكه هنا جناح قريميال حقنت النينة النايت فيوري بالسم فسيطر عليها و خداها و قبل ما توسليس يطيح في الماء قدر هيكاب يفكه و طار و تبعوا جناح قريميال أما جوبر و أستردو اللي معاهم قدروا يحروا قاعد تنينين اللي كانوا محبوسين نمشيو عند هيكاب الذي وصل على جناح قريميال هو طاير بالنايت فيوري و قبل ما يقربوا ليهم جناح قريميال أمر تنينين بش يهجم عليهم و فعلا تنينين حسرات توسليس هنا جمع قوته كلها و خلال البرق يضرب فشتتهم كاملين و هو أغبر حتى جمع قريميال هنا هيكاب تلاح عليه بش ينزلوا من ظهر التنينة ولكن توسليس جاءت فيه الحقنة المخضرة و طاح هيكاب خاطر بحياته و طلب من التنينات تتعطق توسليس هو الأول و لا تخليه شي يطيح و هو طلق منها و طاح هو جناح قريميال و في آخر لحظة جاءت تنينة و عتقاته و مرمته من قريميال و عصابته هيكاب قال توسليس يأخذ تنينين كلها و يمشي للعالم المخفي حيث ثم سيكون مهنع لهم كاملين و توادعوا مع السكان الجزيرة و يمشيوا كلهم من بعد هيكاب و أستر تزوجه و مرمده سنينين و بنته ووليد و في واحد النهار خداوا السفينة و سيقصدون العالم المخفي ثم يرى توسليس فوق واحد الجرف مع تنينة و أولادهم ثلاثة في الأول توسليس سيكون يهجم على هيكاب و لكن غير قرب ليه و عرفه و تلاح عليه و عمقه و من بعد طار و فوق دهر التنينين و دوزوا نهار زوين مع بعضياتهم و هنا سيكون ثالي الجزء الثالث و الآخر نتمنى الملخص يكون عجبكم و لا تنساوش تفرجوا في الملخصات الفيتا و ديروا الاشتراك بش تفرجوا في الملخصات الجاية تلاب و نتلاقاوه في الفيديو الجاية